رح نحكي عن كسوف الشمس اللي بده يحصل بـ 2 أكتوبر شو تقسيراته عم بيكون ببرش الميزين؟ شو تقسيراته؟ وكيف أي الأبراج شو لازم تتجنب؟ أكيد الكسوف دايما بيكون يعني الأمور ما بتكون مريحة للكل مثل ما ذكرت وقلت أنه المناعة بتضعف صحياً منتعب حتى تجنبوا أخذ القرارات المتسرعة تجنبوا الأمور الجديدة بهذه الفترة بس كل واحد رح لكم بأي مجال ومن ناحية تانية كمان رح يكون عندنا تغييرات بالجو بالأجواء بالطأس يعني وأنا بقلكم بس بتأثر قبل بـ 3 أيام وبعد بـ 3 أيام فقط تقسيراته عليكم الحمل أنا بقلك أنك أنت بديك تنتبه بكافة شركائك بالحياة خاصة مع الأحبة ومع الزوج وشريكك بالعمل تجنب الخلافات يمكن وكمان بقول أنه طاقتك بتضعف لأنه بتكون بمواجهة معك الشمس فعليك تنتبه على صحتك وتبتعد عن الحوارات السيخنة وجرب ما تفوت بمشكل لأنه المشكل بده يكبر أكتر وتجنب العقود بهذه الفترة موضوط برج الحمل أما برج الثور بالثور أنا بقلك أنه ممكن يكون في سوء تفهم بينك وبين أحد الزملاء وممكن بتحس حالك بهذه الفترة مضغوطة كتير ما عم تقدر تنجس كل أعمالك وحسن علاقاتك جرب بعوض عن الخلافات إن كان مع زملائك أو مع رؤسائك بالعمل برج الجوزاء أنا بتمنى عليك هذه الفترة تجنب العقود الخارجية وانتبه بهذه الفترة من الخلافات مع الأحبة ما تفرض رأيك على الآخرين على الحبيب خاصة وانتبهوا من التهور والغوص بأمور مالية مش مدروسة هون بدأ لكم إياها وكأديقة خلق لمولود برج الجوزاء ما عنده رغبة بالتواصل مع الآخرين تجنبوا الخلافات العاطفية خاصة لأنه ممكن تؤدي إلى خلاف أكبر برج السرطان أنا بتمنى عليك بفترة كسوف الشمس تنتبه بعلاقتك مع بيتك مع أسرتك كما تنتبه بعضه عن المشاكل لأنه أي مشكل رح يتطور أكثر بين أم بين باي بين زوج زوجة الولاد يعني هون كلهم بدنا نكون محتاطين وأهم شيء ستة البيت اللي بتشتغل بالمطبخ أكثر شيء تنتبه من الأدوات الحادة ما تشرح حالة ويفضل عدم العقود التي تتعلق بالبيوت لشراء وبيت بهذه الفترة لأنه غير مناسبة هذه أهم نقطة أما مولود برج الأسد بيقول لك أنه لازم تكون محتاط مولود برج الأسد خاصة بتنقلتك على الطرقات خوفا من الحواديث وما تاخد كارات سريعة وانتبه بعلاقاتك كافة خاصة مع أخويتك معقول تصور ثورة أو يصير فيه مثل خليف بينك بين خي أو أخذ ويصير فيه شوية خليفات بين بعضكم خليفات مع جيرانكم وكمان بتمنى لمولود برج الأسد تتجنب العقود التجارية المحلية لا يستحصن وانتبهوا مثل ما قلت وذكرت على سياراتكم كمان من الأعطال أما مولود برج العزراء هذا اللي عم بيكون بالبيت الثاني بيت ميلك بيت عملك ممكن عندك يصير فيه سوء دفاعهم بينك وبين زميل ممكن بهذه الفترة تتهور بإدارة أمور مالية ما تغامر بميلك ما تنجرف بأمور جديدة يستحصن عدم الشراء الشيء ثميني بهذه الفترة وانتبه من خسارة أموالك ببعض الأمور يعني تفوت ببورصة تفوت بشراء أسهم تنجرف ببعض الأمور بديك تتجنبها ويلي عنده مكابلة عمل يجب يكون محضر حاله كتير منيح خوفا من الأخطاء والإرباك لمولود برج العزراء أما مولود برج الميزين هيدا عم بيكون عندك فأنت أكتر واحد اللي بتكون تتأزو تتأزو يعني بده يصير معكم إشياء يمكن ما يصير شيء بس بتكون تتجنبوا كل الأخطاء تتجنبوا المشاكل أمارات تجنب نتبه على صحتك مولود برج الميزين نتبه مولود برج الميزين بأخذ كارات متسرعة نتبه مولود برج الميزين حتى من يعني مت بتنقلتك بالسفر ممكن ما يصير أي شيء بس أي مشكل بيصير عندك هوني أنا بقول لمولود برج الميزين بده يتطور حتى صحيًا بدك تنتبه نيمكن يصير عندك ملل كلل هؤل الأمور كلها بدنا ننتبه عليها موليد برج الميزين وكونوا ريئين أنتوا ديبلوماسية اتخطوا هايدي هالأمور على خير وسلم ممكن يقطع وما يصير في شيء أما مولود برج العقرب هوني بده نوه عليك بشغلة ممكن تتعرض للإساءة ممكن تتعرض لتشويه سمعة ممكن تتعرض لناس يجربوا يستفزوك بالكلام هوني أنا بتمنى عليك أنت بدك تكتشف إشي كتيري بهذه الفترة فترة الكسوف وبمعنى يمكن بدك تجرب تحاسب وتهاجم أنا بقلك لا تحاسب ولا تهاجم لأنه دون جدوى طول بيلك أيد كل شيء عم بيصير معك وانت بهلي لصحتك بهذه الفترة وما تاخد قرارات وما تحكم على حدا الأحكام جاي وقته مش هلأ أما مولود برج الكوس هيدا اللي عم بيكون بالبيت الحدي عشر هوني أنا بتمنى عليك مولود برج الكوس تنتبه بتعاملك مع الأصدقاء معقول يصير في خلاف بينك وبين صديق معقول مولود برج الكوس يكون سير في سؤتة فيهم تجنب انتبه بأسفارك انتبه بتنقلاتك انتبهوا بالعقود معقول يعني حدا يفشي سرك مولود برج الكوس من أحد الأصدقاء يعني ما يكونوا كفوا للكون أو يبينوا على حقيقتهم مولود برج الكوس ومن ناحية تاني بقول تبه من اجتماعيتك معقول حدا من من محيطك بالمجتمع تكتشفه على حقيقته كمان أما مولود برج الجدي الجدي بتمنى عليك بهذا بهذه الفترة تجنب المطالبة بحقك بترئية أو بزودة أو بترفيع درجة لأنه قد ما تحكي بهذه الفترة صوتك غير مسموع وتجنب الخليفات مع زملائك بالعمل وخاصة مع اللي أكبر منك يعني مع بي مع أم مع خي أكبر مع أختي كبيرة وتجنبوا الأخطاء لأنه الأمور كلها بتكون الأنظار عليكم يعني معقول أي خطأ ما يعني أنت تتفاجأ بالكارات اللي بدها تصدر بيحقق كونوا بيعيين على كل التفاصيل بالأمور العمل وحسنوا علاقاتكم مع الكل وتجنبوا الأخطاء برج الدلو أنا بقول لك هذا اللي عم يكون بالبيت التاسع بيت السفر هوني أنا بقول لك يمكن يكون في عندك سفرية أنا بتجنقين أنا بقول لكم إذا فيكن أجل السفر بيكون أفضل ولكن من ناحية تانية إذا فيه سفر انتبهوا على غراضكم كونوا قبل بوقت تجنبا من يعني وراءك الباسبور شينتكم هولي كنوا بتكونوا تكونوا منتبهين وتجنب مولود برج الدلو العقود التجارية الخارجية وكمان من ناحية تانية بقول لهم مولود برج الدلو كونوا منتبهين بالدراسات ومتقدموا وراء تتعلق ب يعني فياز تتعلق بقضايا قضائية هلأ بهذه الفترة ممنوع لأنه إذا بتقدموها ما بتكونوا صلاح ولكن إذا كنتم قدمينها من قبل ما في مشكل مثل ما منقول القضايا القضائية مولود برج الحوت بقول أنه هايدي الفترة فترة لازم تنتبهوا على أموالكن معقول كمان أنا بقول تجنب شراء عقار شراء بيت حسنوا علاقاتكن مع محيطك وما تطالبوا ما تفتحوا قرس بهذه الفترة أو تجربوا تقولوا أنه أنا عندي حصة حصة مالية بدي أخذها انتبهوا كمان مولود برج الحوت ما تدينوا حدا ولا تكفلوا حدا وبقول لمولود برج الحوت كونوا متيقزين بكل الأمور حتى بالعقود هو لي ما لازم تعملوا عقود بهذه الفترة مولود برج الحوت الساعة